بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعطيكم العافظ شباب وصبايا وصلنا صفحة 72 من الكتاب الدرس الثاني تعالي اشتقاق مشتقة اقتران القوة وصلنا مثال رقم 5 بداعطيك طريقة حلوة لطيفة كيف ينحل السؤال هاي السؤال بحكي لك جد معادلة معادلة الممس اسمها صلي على النبي بداعلمك هيها زي ما بنعلمها للطلاب التوجيه اول ما تسمع كلمة معادلة اذا فيهن مخ وقفه شو ما كان السؤال ان شاء الله حاطط لك سؤال اول مرة بتشوفه قرأت اوجد معادلة مخك وقفه 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 اوجد معادلة وهذا الدماغش طفلية واكتب كالاتي اكتب كالاتي وين السؤال هاي اكتب كالاتي واحد واكس واحد تكتب هيك على الورقة اكس واحد واي واحد ام واي ناقص واي واحد تساوي ام باكس ناقص اكس واحد تكيري اوكي 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 اصبر عليها يوستر انت قبل شوية حكت للي تطفي مخك طفيت مخك ما استوعبتش شو اللي كتبته هود بحكي لك اول ما تشوف كلمة معادلة اوجد معادلة لتطفي مخك وبتكتب لي هدول الاربع شغلات اصدد لسا مش حافظهم هسا سؤالين ولا انت حافظهم اكس واحد واي واحد ام بعدين واي ناقص واي واحد تساوي ام في اكس ناقص اكس واحد شو هدول اللي كتبتم يا اصدد بحكي لك اكس واحد هو بعطيني اياها بالسؤال شو بعمل هو بعطيني اياها بالسؤال لما يجي يحكي لي اكس واحد هو بعطيني اياها بالسؤال قيمتها بعطيني اياها الشغل الثاني واي واحد بقى كل اسئلة انا شايف انه معطيك اياها في داعي يعطيك اياها ما في داعي يعطيك اياها لابن منواجه السؤال انه مش معطيك اياها بنحكي لك كيف من طلعها بس اكس واحد واي واحد هو بعطيك اياها طب كيف بعطيني اياها بيكون معطيك نقطة بيكون معطيك نقطة حكيلك النقطة بهذا السؤال وعلى العلم وعند الله حسا شفتها ستة واحد ونص هاي اسمها اكس واحد اكس واي نقطة يعني اكس واي بس هنسميها اكس واحد واي واحد في مشكلة لا شو يعني ام ام يا سيد العزيز معناها مشطقة مشطقة شو اسمها مشطقة اللي هي ميل المماث مشطقة وها هي المعادلة قبل ما اشوف السؤال قبل ما اعمل اي اشي بكتب هدول الشغلات هدول عليهم اربع عالمات اكس واحد واي واحد ام واي ناقص واي واحد تساوي ام في اكس ناقص اكس واحد انتفقنا انتفقنا تمشيلي على هاي الخطوة اكس واحد هو معطيني اياها بالسؤال جداش معطيني اياها ستة واي واحد هو معطيني اياها بالسؤال واحد ونص شو يعني ام يعني مشطقة طب يعني مشطقة في اشي لازم اشطقة اه شو في شي قدام يجب اشتقته السؤال لازم اشتقه يلا نشتقه شو مشتقت اكس شو مشتقت خمسة اكس خمسة ستة اكس ستة طب واحد اكس هاي واحد اكس معاملها واحد واحد اكس شو مشتقتها واحد مشتقة يعني شتق هاي واحد شو مشتقة واحد على اربع اكس تربيع overs dan 1xs كيف مشتقتها بنزل القوة بدرب الاثنين بالواحد على تمانية احكي 2 ضرب 1 على 8 حط على الحزب 2 ضرب 1 على 8 وبعطيك 1 على 4 ونقص من القوة 1 بطيني x قوة 1 نزل القوة نقص منها 1 هذا اشتقق اذا انت منتبه x رقم y رقم والm لازم يكون هنا رقم مش متبعنا معي لسه انت حاليا مش مركز معي للأسف الشديد مش مركز نعيد ب30 ثانية 30 ثانية فقط بكون معطيني بحكي لي اوجد معادلة معادلة المماس اول ما يحكي لي كلمة معادلة بطفي مخي بحكي x1 y1 m y-y1 تساوي m في x-x1 كتبتم x1 بعطينيها بالسؤال y1 بعطينيها بالسؤال الم شو هي مشتقة مشتقة ايش بكون معطيني سؤال لازم اشتقة بشتقته اي سيد العزيز هيني هذا السؤال اشتقته شو ما كان يكون بشتقه بس بالنهاية لازم يعطيني رقم طب تحكي لي كيف دي يعطيني الرقم هاي السؤال طلعوا 1 ناقص 1 على 4x ايش المجغول بالسؤال x مع قيمة x مع قيمة x هي هون فبعوض مكاني x6 طبعطيني 1 ناقص 1 على 4 ضرب 6 قديني بعطيني الجواب هاي بعطيني الجواب 3 على 2 3 على 2 بعطيني الجواب سلب نص 3 على 3 5 على 3 كيف حسبتها يبصر شو فنيتو لا يا عبا عادي الى حاسب اعتبرها فيش الى حاسبه هذا يمون علي بقى لي حاسبه احسبها سلب نص هذا جوف قديني جوف اه سلب نص هيا سلب نص انا في اشي مش شارحه قبلية لا كله شارحه صح هذا الحكي انسان تقرأوش بشرح لك ايه اه كله شارحه هذا شرحته هذا شرحته هذا شرحته اوكي هذا تقرأوش هسا سأفهمك ايه اوه عقل يعني بعجيك y ناقص f a ناقص 1 على f a برا هسا ساب اوه تقرأ ليش ايه تقرأو قراءة لا تقرأو هسا بعطيك ايه اعطريقتي زي ما نعطيه لطلاب التوجيه كيف طلعت الام طلعت الام يا سيد العزيز معي سالب نصف تحكيري حلو كتبت زي هيك او كتبت زي هيك سالب نصف لسن اخر خطوة هاي هاي x1 y1 هاي الام اخر خطوة هاي y ناقص y1 وين y1 هاي ناقص 1 ونصف تساوي m وين الام m هاي سالب نصف سالب نصف x تظلها x ناقص x1 وين x1 6 يعني المجهوء بيضل فيه x و y ما انا بدي معادلة المعادلة فيها مجهيل يعني ما احكيلك عطيني معادلة تحكي لو انا حكيلك عطيني معادلة تحكيلي f x تساوي 5x زائل 7 هاي معادلة طبعما انت حكيت y و x فيها f x y تساوي 5x ناقص 7 حكيت x المعادلة فيها x وفيها y وفيها يساوي بس انت بالعادة تحكي او تحكي y تساوي 5x زائل 7 فهيا هسا هيك الجواب انتهى الجواب حرفيا انتهى يعني لو تتركي للمعلمة او تتركي لأستاذ المفروض يحسب لكيها صح المفروض بس بس احنا بدنا نعطيب ابسط صورة يعني هون كاتب لي y ناقص واحد و نص تساوي اي سالب نص لمن لكل القص يعني ده ضربها فيها و ده ضربها فيها سالب نص ضرب x سالب نص سالب نص ضرب سالب نص ضرب سالب ستة يعطيني موجب ثلاث على الآل الحاسبة على الآل الحاسبة بس بالنهاية انا بالعادة متعود في المعادلات احكي y تساوي يعني انا لو احكي لأ اعطيني معادلة بتحكي لي y تساوي 7x تربيع بتحكي y تساوي ما بتحكي y ناقص واحد و نص بالعادة y بعدين يساوي انا ما بدي هذا ناقص واحد و نص زائد واحد و نص زائد واحد و نص الارقام مع الارقام بجمعها مش تجمع ليها محاية فصفت المسألة y تساوي سالب نص x 3 زائد واحد و نص 4 نص وصلة هي كليا مصخرة هو حرفيا مصخرة هذا اللي طلعنا اسمه معادلة ايش الممس شو اسمه معادلة الممس ممكن وارد جدا يطلب منك مش معادلة الممس يحكي لك اوجد معادلة العمودي على الممس العمودي على الممس طوز معه ليش كلام زي ردعات قرأ ايه يا هلا رجل طوز ليش طوز اطلع يا سيدي العزيز نفس الحل لا راح ولا اجل لا راح بكتب x1 ليش هيكصر هذا الخط كبير x1 y1 m و هاي الشغلات نفسه 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 حتى اذا ما بدك تكتب تخليه زي ما هو عادي x1 y1 m بس م هون ايش هديك كان اسمها m ممس هاي اسمها ممس هاي اسمها ممس هاي اسمها m عمودي بحكي لك اوجد معادلة العمودي تحكي له لا هرجوك كفاية بنزيني مش معايا عادي 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 والله سهلة هيك تكتب له m عمودي x يعني نفس الحل نفسه نفسه بس فرق خطوة واحدة تعرف ايش هي x1 كانت جديش معنا ستة y1 واحد ونص m جديش طلعت معنا m طلعت معنا سارب واحد على اثنين صح؟ خض m ممس اللي طلع معنا m ممس سارب واحد على اثنين تعرف شو هي m العمودي بكل المسأل بيختلف شغلة واحدة بكل الحل كل هاضل الحل نفس الاشي بيختلف شغلة واحدة اللي هي m العمودي بدي اه ممسكة اقلبه جواب اقلبه كانت 1 على 2 اقلبها او سارب واحد على اثنين اقلبها بتصير اثنين على واحد وهي السالب مسكتها قلب وبعدما تقلبها اضع سالب اضع سالب سالب وراها سالب وشو بتصير اثنين تقسيم واحد اثنين وهذا الحل لا يوجد تشكي لا يوجد تشكي نفس الحل نفسه نفسه لكن بعد ما طلعت ميل المماس سالب 1 على 2 اقلبها وضع سالب افترض الجواب 1 على 4 او طلع معك اربع اطلع الجواب معك ميل المماس اطلع اربع اقلب الواحد على الاربع اطلع اربع تقسيم واحد بعدين اطلع سالب هذا هو العمودي اكتبها ملاحظة اذا انت تريدك على الكتاب اكتب ميل العمودي هو اقلب اطلع سالب فانا كانت سالب 1 على 2 اطلع سالب 2 على 1 وضع سالب صارت موجب بعدين بطلع المعادلة نفسها وي ناقص واي واحد قديش الواي واحد ستة واحد ونص تساوي ام اوه نطلع شو الفرق بين الثنتات بس بيخفرج مع الام الام طلعت مع الاتنين في اكس ناقص اكس واحد اللي هي ستة دخل هاي الاتنين على القوس بتصير واي ناقص واحد ونص تساوي اتنين ضرب اكس اتنين اكس اتنين ضرب ستة اتناش زائد واحد ونص زائد واحد ونص نص بتصير المسألية طويلة العمر واي ناقص سوري واي تساوي اتنين اكس طبعا الارقام مع الارقام ناقص اتناش بناقص اتناش حد الام اجس اعطيني سالب عشرة ونص او بمكانك تحكي واحد وعشرين على اتنين شو هو ي manifestations تindruck هذه المال العميدي وهذه المال ماس التعب بالكتاب أعجiganييه ليس مماسا عندنا نقطة يخي فهم انا بحب ما باع انا هيك طبيعية بحب لما اشرح انك تفهم هذا اللي انا بحبه انك تفهم الموضوع وتعرف التحل بعدين اذا بدك بفوت بالأعماق بفوت بالتفاصيل يعني بفهمك شو هي مين المماس وين هو مين العمودي هي هي معادلة العمودي شايف معادلة العمودي شو احنا حكينا Y-Y1 تساوي M عمودي في X-X1 Y-Y1 تساوي M في X-X1 بس M صار يسمى M عمودي بدل المماس Y-F-A تساوي سالب واحد على F'A في X-A ماذا تريد F-A هي نفسها Y1 شو يعني F-A Y1 مش معطيك X-Y ال-Y ناقص واحد بس احنا نطلع المشتقة وهي F' اه حكتلك بعدين يقلبها شو ما كان جواب يقلبها وحوط سالب هاي نفسها الكلمة X-A اذقيلة زينخة بتحسها Y طال سبحان الله هو لما يحل لما يحل شو بكتب لك Y-Y1 ساوي M في X-X1 شايفين لما يحل هو نفس الاشي بكتب انا بطلع ايش صراحة شو بكتبهم بس هاي نفس الاشي طب هذا الحكي ليه ما كتبته فوق بعرفش حلنا السؤال ما حلناش اتحقق من فهمي يلا نحن اتحقق من فهمي النقطة معطيني معطيني X ومعطيني Y X-Y1 هاي هي النقطة بده معادلة المماس ومعادلة العمودي يعني بده شاريتين نحكي له إيزي عزيزي إيزي عزيزي ربع وسارب اتنين ربع وسارب اتنين معطيني ربع وسارب اتنين خليني امسح كان الله في عونكم جيل 2008 جيل 2009 كان الله في عونكم بتحزنوا والله لاضي قلبي معاكم هاي السؤال معطيني النقطة حكيلي اسمها النقطة النقطة يا سيد العزيز مش نقطة نقطة النقطة هي سارب اتنين صح هيك نايسة احنا نمشي على مبدأ سواء كأن نجل السؤال كله غلطنا يعني بالنهاية هي أرقام بالنسبة لي يعني بيهمني المبدأ لما تحل طيب انت جو سارب بيهمك المبدأ صح محيلك ماشييني على مبدأ رسيني على الحوار محيلك ماشي إذا كتمشي أنا مبدأ تحكيلي أنا بدي أروح أعرف أحل كيف بدي أحل أنا بدي أحمر رياضياتي أنا أقر وأعترف أنا أحمر فنفسي أتعلم هو الموضوع فكرة أقسم بعزة جلال الله الموضوع كثير تافه وبنفس الواجهة كثير معقد طيب ماتا تافه ماتا معقد بيصير الموضوع تافه لما تفهمه لما تضو اللمبة في جراسك زي الرسوم متحرك مش تن تضو تعطيك الفكرة إذا ضولت اللمبة خلص بضول الموضوع عقدة إذا أنت شايف أرقام وشغلات غريبة مش مستوعب موضوحه هو تافه بس لعبين ما تضو اللمبة أنت تفهم افهم المبدأ وخبص كيف الخدعة السحرية هاي تعون الشدة وهاي الشغلات بتشوفها شوها بس لما تفهم المبدأ أو بتعرف كيف الحال كيف تنعملت بتحسها تافه نفس المبدأ طيب شو المبدأ تاع المعادلة عطيني مبدأ أبشي علي بدك مبدأ شو ما كان السؤال بقى بهمني شو ما كان السؤال امشي على مبدأ احكي X1 دايما Y1 بعدين M M هي اسمها مين ما مص بعدين Y ناقص Y1 تساوي M في X ناقص X1 حلوة لكن حلوة فيه اشي صعب كاتبه أنا ما حلتش أنا ما حلت بس أنا بحكي لك بدك مبدأ هذا المبدأ اول خطوة اول خطوة حاسحالي من جماعة ال MBC يا دولار الرابوع من الأحد للربوع من السبت للربوع اكتب هاي اول خطوة تحكيني ماشي شو أعبي كتبتم وصلت كتبتم شو أعبي بحكي لك X1 Y1 بكون معطيني يهم بالسؤال X1 Y1 معطيني طب هو معطيني بس X1 كيف ده طلع Y1 نفسي أحكي هاي المعلومة إذا معطيك X1 عوضها بالسؤال بطلب معك Y يعني هسا السؤال الماضي مش كان معطيني X و Y صح X كانت معطيني إياها 6 Y كان معطيني إياها كده كان معطيني Y بالسؤال الكبلي ناسي لو عبضت ال 6 فلو مش معطيك عمل فيها إنو لا عادي عوض بعطيك Bس هو الحمدلله ما أعطيني X و Y X4 Y سارب 2 هاي أول خطوة هدورها جاهزة لح لسا ما أحل لنا الخطوة البعدي هابدي أشتق أشتق وأعوض قيمة X وين فيه إشي فيه إشي قدامك تقدر تشتق وين تذكيري هض بس السؤال إذا أنت شايف متجاهز السؤال مو جهس هاي بدي أرفحها لفوق يعني هاي واحد على اكس هاي اكس قوة واحد لما أرفحها لفوق بتصير اكس قوة سالبة واحد يعني بتصير زي هيك اكس قوة سالبة واحد هيك بتصير لا ادي جهستها انا هيك جهستها عشان يبكره ال اكسات تحت نشطق شو مشطقت تمانية اكس مانح مشطقت التمانية اكس تمانية شو مشطقت اكس قوة سالبة واحد بنزل السالب نزل السالب واحد نقص من القوة واحد نزل القوة نقصت منها واحد سالب وراها سالب تصير موتشول ونصيحة إذا في عندك تعويض لا تعويض مكان قيمة X إذا كان هناك تعويض استخدم على الأهل الحاسبة لا تبسط يعني ما أريد أن أفعلنا تعويض مكان كل X كيف كان هناك واحد ولكن لا يوجد تأثير سالب تنين تمام؟ إيه الجواب أعطيني؟ 16.8 قداش؟ 24 24 كيف طلعت معك؟ مش طبيعي ميسي هذه حاسبة هذه حاسبة هذه حاسبة هذه حاسبة موكفة جماعة الخير فإذا تروني وانا بشارة عملت مثل هذه فأنا عادي أعلي حاسبة لكن أنا لماذا شك في الحل؟ عندي وسواس قهرية يا زلم روح روح والله 24 هي ايه؟ 24 يا زلم ما لا يحب والله ما لا يحاسبها 24 طيب الخطوة البعديها وي ناقص وين وي 1؟ أين وي 1؟ هيا سالب 2 بلع وي هي وي هي ناقص قيمة وي 1 سالب 2 هيا وي 1 تساوي سالب مش تحط لي سالب 1 لا سالب 2 هي سالب من السؤال وقيمة وي سالب 2 الم 24 الـ الـ ناقص x1 0.25 5 طيب صارت هذه y زائد 2 تساوي تدخل 24 هذه 24 ضرب x 24 x 24 ضرب 24 ربع 24 26 صح 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 قال لي حاسبي قال لي حاسبي قال لي حاسبي قال لي حاسبي هذا ما فيش في ذكاء ما بدي y ازائد 2 بدي y فبحتي ناقص 2 ناقص 2 صارت y تساوي 24x ناقص 8 ليس بالذكذا كتاب المسرحة هي اسمها معادلة المماس معادلة العمودي معادلة العمودي على المماس نفس الحل بس بغير قيمة الام هاي ام مماس بدته بام عمودي هاي اربع وعشرين صح اقلبها بتصير واحد على اربع وعشرين وحط اشارت سلك وبصير الحل واي ناقص واي واحد اللي هي ناقص اثنين تساوي ام في اكس ناقص اكس واحد قداش اكس واحد ربع عسا انت دخل هاي الالقام عشان هزنخها يعني اه كم بدك تضرب هاي بالله والله هي بتنضرب بيني وبينكو يعني هاي يعني هاي باطيني الجواب والله ده حسبلكوا يا هي بس من باب الفضل سالب واحد على اربع وعشرين اكس لضرب هذا الرقم في القسم و هاي اضربها منهاها يعني سموجب واحد على ست وتسعين ست وتسعين اصلا ست Niek ya ست وتسعين على الاحاس بضربها واي أعطيك voice 96 ناقص اثنين ناقص اثنين والله زنخة ناقص اثنين ناقص اثنين هذه هي بتروح ايك بس من باب الفضول خلينا نشوف كيف تنح حسبها بالله انت بعقلك حسب معك سالب 1 على 24 اكس اعطيني جواب ناقص مية وتمانين مية واثنين وتسعين مية وسبعة وتسعين توقحك توقحك الله تكد لا تكد طرح بالحسابات عالتليفونات السامسونج احسن من الايفون بالال الحاسب اي 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 سامسونج بس اول الال سامسونج احسن واحد تقسيم تسعة ستة يساوي ناقص اثنين يساوي سالب واحد فاصلة اوكي ماشي واحد تسعة سبعة تقسيم اه تسعة ستة شت نيك تبع التياس نا غلط الجواب شوين انا احكو ما انا خلص هس سابة بدهتين حسب اه مية وتمانين 192 ناقص 1 192 يا جماعة الخير 1 6 9 6 9 6 ناقص هذه قيمتها 90 180 192 على 96 هذه الاثنين طيب 1 9 1 على 96 96 طيب والله صح 1 9 1 تقسيم 96 آآ صح أنا كنت كذب قبل هاي جوب هاي جوب هاي جوب هاي جوب 1 9 1 بس هي تناحة بس أنا عارف هي تناحة طرع الجوب زيك بس ها ها ضو الموضوح لما يحكي لك معدرة وصدنا عندي شي اسمه إحداثي ها جو الإحداثي خلصناه بخلص الدرس ها درس هلو درس لطيبي ها خلصناه بخلص الدرس ها ها شو الإحداثي هحكي لك هيا ببساطة بكل بساطة بيجي بطلب منك بحكي لك أوجد إحداثي شو يعني كلمة إحداثي يعني x y ها نقطة معناها x y إحداثي يعني مش حكتلك فيه برياضيات وعندها حتى في الحياة العملية فيه نفس الشغلة فيه إلها مليون اسم أنا بصور صح أنا بصور ها فيه إلها مليون اسم تكتيري أم نفس الشغلة فيه نفس الشغلة نقطة اسمها برضو إحداثي النقطة اسمها إحداثي شو يعني إحداثي حكتلي x و y تخيل أنا معطيك سؤال هاي مش هاي x وهي y بحكي لك أوجد لي ال x وال y يعني بالله تخيل y أحكي لك هيك هيك طلع y تساوي x قوة ثلاثة قداش قيمة y قداش قيمة x أنت بتطلع لي تحكي لي أنت أهبل ولا شو اللي بتحكي قال أنت باعد تحكي لي y تساوي x كم بدأ أوجد لك x و y هذا هو المبدأ الماشيين عليه هسو طلب مني قيمة x و y طبعا أنا كم بدأ أوجد قيمة x و y و أنا ما عنديش أي معلومة ها بل بتحكيله خلص زي ما بدك روح 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 العب بعيد هسألة حتى أطلع قيمة x و y حقه بس حتى أطلع يعطيني معلومة إذا طلب منك قيمة x بس اكتبها ملاحظة عندي السؤال إذا طلب منك إحداثي إجباري و غصب عنه هيك اكتب إذا طلب منك إحداثي إجباري و غصب عنه لازم يعطيك قيمة المال شو هو المال المشتقة لازم يعطيك المشتقة فبس سؤال بكم معطيك المشتقة هنا معطيك المشتقة كداش؟ نص معطيك المشتقة هنا كداش؟ نص خليني أنا أحله طلع هاي السؤال هاي السؤال و خلينا نحن لما يطلب مني إحداثي لازم يعطيني المشتقة كيف بنحل؟ بشتق فبراي هذا الإكس كيف أشتق هذا جدر كيوت شو مشتقته؟ ما مهمني من شفاية معكم الاشتقاق هاي السؤال المهم الاشتقاق هذا السؤال هيك بطلع المشتقة تدقيك كثير من الاشتقاق يرجع الحصة الماضية بتعرف مشتقة الجدر بس على سبيل المثال هاي السؤال بطالب مني قيمة إكس و قيمة واي بطالب مني قيمة إكس و قيمة واي شو ما كان السؤال اشتقه؟ شو ما كان اشتقاق؟ شو ما كان السؤال اشتقه؟ بعد ما تشتقه قديني معطيني قيمة الاشتقاق هو بكون معطيني إياها بالسؤال أنا بطلب منه شغلة واحدة قديني المشتقة تساوي؟ حكالي بس سؤال تساوي نص امشي معي حبة حبة أعيد امشي معي حبة حبة لما يطلب مني إحداثي يعني لما يطلب مني قيمة إكس و قيمة واي غصبا عنه وليس برضاه بده يعطيك قيمة المشتقة قيمة المشتقة واحد اثنين نص ربع ألف أرنب المهم بده يعطيك قيمة المشتقة بالسؤال هذا حكاها للمشتقة تاعة جدر الـ X تساوي نص اشتقيت جدر الـ X واش سويتها بالنص اكتب هاي الخطوة ضروري تكتبها اكتب بعديها معلومة مهمة كثير كثير لبل مليار معلومة مهمة دائما اكتب لي دائما لما يكون بصت على مقام اكتبها زي ما أنا بحكيها دائما لما يكون بصت على مقام بساوي حد اضرب ضرب تبادلي خد هاي المعلومة من أخوك بصت على مقام بساوي حد اكتبها يلا اكتبها بصت على مقام بساوي حد اضرب ضرب تبادلي كتبتها اضرب ضرب تبادلي بضرب هاي كاملة في الواحد وبضرب هاي في هاي تحكي لي طيب يا أساف أني أحط عني مين أني على الشمال بلا هبل حط اللي بدك إياه وين ما بدك ضربت اثنين جدر الـ X في الواحد بعطيني اثنين جدر الـ X طيب أنا كتبته هون طيب ما لك عادي سؤال ثاني دايما بص على مقام بساوي حد دايما شو بضرب بضرب تبادلة تحكي لي ماشي السؤالي لإلك هو شو طلب هو شو طلب بالسؤال حكالي طلب إحداثي شو يعني إحداثي تلي X و Y يعني هو طلب قيمة X وطلب قيمة Y صح تحكي لي صح يعني أنت حاليا إيش بدك تحكي لي بدي X وBDY طيب حلو خلينا نوقف أنت بدك قيمة X أنت بدك إيش قيمة X أنت بدك اثنين ضرب جدر الـ X تحكي لي لي أنا بدي X كمان مرة أنت بدك اثنين ضرب جدر الـ X تحكي لي لي بدي X طب يعني هاي الاثنين ما بدك إيها دك تخلص منها فبقسم على اثنين بقسم على اثنين فصارت المسألة اثنين مع الاثنين راحت صارت جدر الـ X بتساوي اثنين تقسيم اثنين وحد سؤالي الثاني سؤالي الثاني أنت بدك جدر الـ X تحكي لي لي أنا بدي X يعني أنت ما بدك يا ابن الناس أنا بدي X حسنا 조صوح حسنا ورقة ينبغب ينبغب انكمل انكمل انا ليش عايش بالعذاب هاضي يعني ليش بصور المهم صفت اكس تسوي انت بدك اكس شو بتسوي بهمنيش انت حكتلي بدك اكس اكس انشاء لو حكتلي كونت تسوي سبعة بتلسس عبتزعل كلا انا اهم ايش معي اكس صح ما تسوي وماцаapper اكس ما اهمنيش اكس يسوي ووسع ارضنا نبأ مسارك المغible واحد تنبيه جداش و uma اطلعت قيمة اكس مع منع بروك ريل zone زغلتي طلعت معي قيمة اكس بدا لتطلع قيمة مال واحس انا اختلط ممت اص Territoria و alcoholic. انا ق contextives بدا بدي اكس وباي شو بدي اكس وباي و عاي طلعت قيمة اكس بدي قيمة اكس انتها شو بدي اكس وباي ملاقي خرجة اكس واحسعة تصبح قيمة كماastareal هو السؤال نفسه. مش إف الـ x نفسها y? مش y تساوي? مهمنيش خلص المهم y تساوي. هو كاتب لي y تساوي جدر للـ x. هاي الـ x طلعت معي y تساوي جدر الـ x. يعني جدر إيش؟ يعني جدر الواحد جدر الواحد قديش واحد. هو طلب مني الـ x وال- y. فطلعت معي قيمة x واحد وقيمة y واحد. هاي الـ x وال- y بتحكيله روح يقل له بجهة خلصنا السؤال. بس ايك بس ايك. هاي. واحد واحد. سؤال ثاني. سؤال ثاني. بحكي لي جد إحداثي. حلو. شو يعني إحداثي؟ يعني نقطة يعني x و y. ممكن تكون أكثر من x واحدة و أكثر من واحدة. إن شاء الله مليون واحدة. المهم بده هو x و y. ممكن يكون 20x و 20y. المهم بده x و y. طب لما بده يكون x و y. أخونا بالله. أخونا بالله. لما بده x و y. بتحكي لي آه. شو لازم يعطيني؟ شو بعرفني شو لازم يعطيني. لازم يعطيني مصاري. كلك لأ جد. شو لازم يعطيني؟ لازم يعطيني لما يطلب مني x و y. لازم يعطيني المشتقة. أنا حكيت لك مجرد. فيه فرق. فيه إشي بخاطره. فيه إشي غصم عنه. يعني هون هو معطيني سؤال صح؟ هاي السؤال. معطيني سالب x تكعيب تساوي 6. هاي. y تساوي. fxy. y تساوي. سالب x تكعيب زائد 6. x تربية صح؟ هكي لي صح. ماشي معي. ماشي. سالك لي. هو معطيني مسأله. شو طالب بالمسألة؟ طالب x وال y. طيب. بحكي لك أنا غصم عنه. خاوة. هيك دواوين الشغلي. دواوين. بده يعطيك ال y. بده يعطيك المشتقة. كيف تساوي. اللي هي ميل المماس. لازم يعطي. لما يطلب هذا الطلب. لما يطلبه. غصم عنه. بده يعطيك إيش. غصم عنه. يعطيك الميل. اللي هي المشتقة. هو. هو لازم يعطيك. كيف أنت لما تروح. تفوت على المحل. تعمل جلك في المحل. علام. بدي عشر سندويشات فلافل. وحط شطة. وحامض. ويا ويلك إذا بتنسى البطاطا. وخاوة. أمرك بحكي لك. حاضر من عيون الثنتان. حاسب. نفس المبدأ هون. معلم. بدي الاكس وبيدي الواي. من عيون الثنتان. أعطيني المشتقة. فيش مشتقة. بقوم بدك ببطنك. شو فيش مشتقة يعني. بدك تعطيني إياها خاوة. بطلع على السؤال. يخي والله مش معطيني ميل المماس. مش معطيني المشتقة. بحكي له خاوة. أرى شو يعني خاوة خاوة. بقرأ السؤال. جد النقطة. جد إحداثي النقطة. الواقع المنحة للاكتران لابلابلا. التي يكون عندها المماس أفقي. إذا لم يجب أن يعطيني. السؤال الماضي معطينيها نص. ممكن يعطينيها ربع. واحد ثلاث أربع. مش معطيني رقم. مش شايف رقم. بس هو حاب يتحادق. انت فاهم. فوق ما هو زنخ. ودمه مش خفيف. حاب يخفف دمه بزيادة يعني في الموضوع. مش حاب يحكي لك انه افترض. المشتقة تساوي ثلاث أربع ربع صفر. مش حاكي لك. مش معطيك يا رقم. بنحف. بخفف دم علينا. ما شاء الله ما خفف دمه. بحكي لي مماس أفقي. طيب شو بيعرفني شي يعني مماس أفقي. هذه لازم تكون حافظة. يعني بدل ما يحكي لي عندما يكون المماس يساوي صفر. بدل ما يحكي لي يا عيكي. انه المماس يساوي صفر. حكي لي لا مماس أفقي. هو بنحف علينا. احنا لازم نضحك هسا. فطيب. عطاني المماس عطاني المماس. عطاني المماس. بس بنحف علينا. عطاني السؤال. بس بدل ما يحكي لي المماس ستة سبعة تمانية حكي لي يساوي صفر. حكيت انه ماشي. فكلمة مماس أفقي من يوم وطالع. شو معناها. المشتقة تساوي صفر. بدي أشتق. أول خطوة شو كنا نعمل. نشتق. تعال نشتق. هاي. فبراي. للأكس. شو بتساوي. اشتق. شو مشتقة سالب اكس تك هي. بنزل القوة بتصير سالب ثلاث. نزلت الثلاث ونقصت منها واحد. زالت شو مشتقة هاي. اتناش اكس. اتنين في ستة اتناش واكس قوة واحد. يساوي ايش هذا الحكي. يساوي الرقم المعطينية. معطيني المماس بساوي صفر حطيت. لو معطيني يساوي تسعة بحط يساوي تسعة. يساوي سبعة يساوي سبعة. اللي بدك هي. حاضر. أمرك. شو معطيني بحط. بعدين. الخطوة البعضية. يا أستاذ هاي مش بسط على مقام يساوي حد. ما بدي أعمل هون. طب انت شو بدك من السؤال. انت شو بدك من السؤال. بتحكيله بدي الاكس وبيديák. يعني أنت بدك من هاي حسا الاكس. بنحكي لي اوا. لو بدك تحلل. لو بدك تطلع اكس حسا هون. شو العاملية. هل هي عبارة تربيعية. عبارة تكعبية. هل هي عامل مشترك. ايش هي. تحكيلي عامل مشترك بأخذ ثلاثة اكس. بحكيلك لا لا. أنا دايمة لما بديه عامل مشترك. أنا هيك عبد الرحمن. بحب لما اخذ عامل مشترك. أخذ بس اليش. يبيه. انت بدك ثلاثة اكس. بتحكيلي لا. بخد x هاي المحدود اذا انت مش منتبه هاي كله اعتها مشتركات بال x يا سيدي مشتركات بخالدي كمان ما عنديش مشكلة بس انا بدي اشفط ال x عن مشترك شفط كيف يعني شفط يا استاد بحكي لك تعالى اشفطها والله شفط شفط كيف يعني هو انا في اش اسمه عامل مشترك ممكن انت مش منتبه بس هي اسمها عامل مشترك انا شو بدي عرفني يا استاد ممارسة عادة بمرة مرة يعلم مشترك يعني أستاذ مش سالب 3x هذا اسمه عمل مشترك شو عمل مشترك عندي سالب 3 ضرب x تر بيع شو يعني سالب 3x تر بيع يعني سالب 3 ضرب x ضرب x x تر بيع يعني xx شفطت x واحدة هي سالب 3 ضرب x ضرب x شفطت X واحدة شو صارت؟ سالب 3X كان هي هاي المكتوبة هاي هيك مكتوبة سالب 3X أخدت X شو ضل سالب 3X هي Z كان عندي 12 ضرب X أخدت X شو ضل 12 طب يا أستاني ليش مش حاطت X تان برا حاطت X واحدة ليش مش حاطت X تان بحكي لك اتطلع امسك X هي رجحها على القص كيف ترجح بتضرب هاي في هاي وفي هاي برجع المسألة زي ما كان لو مسكتها دخلت راح ترجع زي هيك فاضوا اسمر عن مشترك دائما الرقم اللي هون دائما الرقم اللي هون بسوي بالرقم اللي هون دائما هذا العام المشترك بسوي بالرقم اللي هون X تساوي قديش خلص هاي أول قيمة طلعت معنا X تساوي صفر طب هي طلعت قيمة X ممكن يكونوا أكثر من قيمة ساويت هاي بالصفر وها 네 هاي المسألة برضه dichtساويها بالصفر هي سالب 3X زائد 12 تساوي صفر حسنا فاهمك حسنا أعيد وليس أنا ما بدي سالب 3X X زائد 12 بدي X بالنهاية معناتو ناقص 12 ناقص 12 هاي ما حاي بتروح صارت سالب 3 X تساوي سالب 12 أنا ما بدي سالب 3 ضرب X أنا بدي X فبقسم على سالب 3 على سالب 3 فبتطلع هاي ما حاي راحت فبتطلع قيمة X سالب 12 على سالب 3 بعطيني قيمة X 4 فطلع عندي قيمتين لX مرة X طلعت معي 0 ومرة X طلعت معي 4 طلع على المسألة هاي هاي الحل وقف بالله عليك الفيديو هاي المدة الثواني 30 10 5 ثواني وطلع على الحل كمان مرة اطلع عليها شوفوا شوفوا استوعبت إذا لأ عيد الفيديو بعينك الله بعينك الله فطلع معي قيمتين لX يعني بأنه طلع عندي حبتين لX سوف يطلع معي ثنتين لY هو طلب مني X و Y هو طلب مني X و Y طبعنا طلع معي ثنتين لX معناته لازم يعطين ثنتين لY عادي ونص و خمسة كمان عادي ونص و خمسة لما كانت X تساوي صفر لما كانت X تساوي صفر قداش الY قداش الY بتكون طب كده طلع الY بروح للمسألة الأصلية اللي فوق بعوط فيها الصفر لما كانت X صفر دعوطها سالم صفر تكعيب زائد 6 في صفر بعطيني صفر تكعيب زائد صفر بقيت جواب صفر فلما كانت قيمة X صفر لما كانت قيمة X صفر طلعت Y قيمتها صفر لما كانت X صفر طلعت Y قيمتها صفر طب لما كانت X قيمتها 4 قداش بتطلع Y خلينا أشوف فY تساوي بروح المسألة هاي بعوض 4 بعوض مكان X 4 سالب 4 تكعيب زائد طيب سالب 64 زائد 24 ضرب 6 قداش 32 فبتطلع Y قيمة 2 كيف طلعت 32 يابني الناس والله ما عملت اشي أنا حاسبي ما فيش فيها ذكاء ما فيها مؤخة امسك الاربع مش كانت اول اشي صفر عوضت صفر طلع صفر ثاني مرة قداش طلعت معي قيمة X أربع عوضت الاربع في هاي في المسألة الرئيسية على قل الحاسبي عوضت طلع معي قدياش قدياش نحكي اتنين طلعين وهي الحل بدل النقطة طلعت نقطتين هاي وهي الحل هاي السؤال وهي الحل بس صعبة لا والله ما هي صعبة لا والله ما هي صعبة بس اتكد بالله انا حل صح يعني جواب طلع معي صح هاي اربع وتنين طلعتين وصفر صفر هاي بهمنيش كيف هو حلو ولا بدي اطلع كيف هو حلو على نفس المبدأ اللي حلين عليه حلو لي هذول السؤال حلو هاي عامل مشترك هاي عامل مشترك وهاي على اول سؤال حلنا اتبلكوا الحل على السريع يعني هاي لو بدي احلها الميل باطيني سالب واحد على اثنين جذر للأكس فيه سالب وانت انساهوش تساوي سالب واحد على اربع سالب سالب روحة اثنين جذر للأكس تساوي اربع اكس تعطيني ستتاش بتطلع اكس ستتاش بتطلع وايا سيد العزيز قيمتها سالب ثلاث ستاش سالب ترحت هيك الجواب تأكد بصب الله اثنين لا لا شو ستاش اربع اذا ما اثنين تربية قديش ليش عكت ستاش اربع اثنين تربية اربع اربع فبطلع جواب اربع واحد ناقص اثنين قديش واحد ناقص سالب اربع وسالب واحد باطين جواب جواب اربع وسالب واحد اول واحدة الثاني عامل مشترك هي بتطلع سالب ثلاث اكس تربيع زائد ستة اكس نفس القبليها خد اكس عامل مشترك اعطين سالب ثلاث اكس زائد ستة تطلع اكس تساوي صفر واكس تساوي اثنين اكس تساوي صفر واكس تساوي اثنين اردت وعبودها اكس تساوي صفر واحد وخلص الترسل خلص هاني نحل لنا كم من سؤال خلص هاي الاجوة كلها تضرب احل المساء الكاملة ستجدوها على جروب التليجرام اذا كنت جروب التليجرام انت لما تحضر حصص ما تحضرها هيك عشوية فيه قوائم تشغيل قوائم فوت على قوائم تشغيل فيه حصصك على الترتيب نزلت تمام بالوصف بالحصة الاولى موجودة عمليون بالمئة عشان شوفتها بعيني هاي ما بعرف لما الشباب ينزلوها هم بحطوا الرابط جروب التليجرام بالوصف بالوصف اسئلة الدرس هاي كاملة رح احلها وابعت لك اياها جروب التليجرام بحلولات سؤال سؤال تافهات الاسئلة الصراحة يعني لا يوجد فيها مش ايه كثير سيئلة ونصل عند القيمة العظماء الصغراء خلاص هدل ببعت لك ايام على التليجرام وهيك خلص احنا خلصنا الدرس ما فيش في اي اشي سيئلة كثير الدرس ببعت لك قدر حل على التليجرام ما فيه اي مشكلة فوت بالجروب انا ما بعض الشيء على الجروب يعني بس اذا في حل ببعته او اذا نزلت حصة بحكي لك نزلت حصة بحكي لك بحكي لك نزل خبر بخصك يعني بحكي لك اتغير منهاج اشي بحطه على الجروب التليجرام وانهاجاتكو بالموعد الفلاني بنزل كخبر يعني بس هي خبر يعني كل فترة وفترة يعني مش عاملينه جروب مطلقات احنا لا الله يعني مش بنبعتش عليه كثير يعني اصلا بحبش الجروبات اقسم بالله بحياتي ما احبيت الجروبات ولا بحياتي طقتها وبحياتي ما استخدمتها بس للأسف للأسف الشديد كل ما شفت الله سوف ويتنا على الجروب يازا انا مزهكتونا شو بدك في الجروب؟ جروب بدك فيه شانا بس انا بس اعطت لك ملاحظات ارى ايه فاطلا ان انا ملوحد باي الدرس البعدي رح اشرحه بطريقة بتخوف اه طبط اذا رح اشرحه بطريقة جد حلوة 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 يعني ولا يلو دخل في الكتاب رح خليك تحل السؤال وانت بتنبسط باي باي